هل تعتقد يا صديقي أن كل هذه السفن والفرقاطات وحاملات الطائرات وغيرها من القطع العسكرية البحرية موجودة في البحر الأحمر والأبيض المتوسط من أجل حرب غزة فقط؟ هل كنت تعلم يا صديقي أنه قبالة سواحل غزة يوجد كنز ثمين تسعى إليه كل الدول؟ وهل تعلم لو أن إسرائيل سمحت لغزة باستغلال هذا الكنز لكانت غزة اليوم أحد أفضل مدن العالم على جميع الأصعدة؟ ولحققت نهضة أعظم من تلك التي حققتها سنغافورة؟ ولكنت اليوم مركزا عالميا للمال والأعمال شأنها شأن نيويورك وهونج كونج؟ لكن إسرائيل تسعى لمنع ذلك بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة لأن ذلك سيعود بالنفع على كل فلسطين وليس فقط غزة لكن أصدقائي ما هو هذا الكنز الذي يقبع في أعماق البحار قبالة سواحل غزة؟ وهل تنتظر دول العالم القضاء على غزة من أجل الاستلاء عليه؟ تابعوا هذه الحلقة حتى النهاية في البداية لا تنسوا دعم الحلقة بالضغط على زر الإعجاب وشاركوها جميع أصدقائكم وهيا بنا أصدقائي تمتلك فلسطين ثروات وموارد طبيعية بمليارات الدولارات تكفي احتياجاتها لكن هيمنة إسرائيل على هذه الموارد ومنع استغلالها يحرم الفلسطينيين من عائداتها والانتفاع بها لكن دعونا من كل فلسطين وتركونا فقط نركز على غزة حيث امتلك هذا القطاع ثروات وموارد طبيعية بمليارات الدولارات قد تكون السبب وراء تهافت قوى عظمى أولها الولايات المتحدة الأمريكية على دعم إسرائيل في تدمير غزة وتهجير سكانها تقدر احتياطيات النفط والغاز في الأراضي الفلسطينية بنحو واحد ونصف مليار برميل من الخام وواحد ونصف تريليون قدم مكعب من الوقود الأزرق وذلك حسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فيما إسرائيل تحرم الفلسطينيين من استغلالها والانتفاع بعائداتها وفي عام 2005 نشرت مجلة الدراسات الفلسطينية ورقة بحثية أعدها رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى أوضحت هذه الورقة أن مخزون الحقول المكتشفة في غزة منذ نهاية التسعينيات تقدر بحوالي 35 مليار متر مكعب لكن إسرائيل تمنع استغلالها وفي شهر يوليو من العام الجاري ذكر المركز الفلسطيني للإعلام في تقرير له أنه يوجد على سواحل قطاع غزة أكثر من حقل من بينها حقل غزة مارين وهو أول الحقول المكتشفة للغاز الطبيعي على سواحل غزة اكتشف عام 1999 باحتياط 32 مليار متر مكعب ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم نتيجة للرفض الإسرائيلي كما ذكر التقرير حقل ماري بي الذي يقع على الحدود البحرية الشمالية لقطاع غزة والذي اكتشف عام 2000 وبدأت إسرائيل بالاستحواذ عليه عام 2004 حتى جففته تماما عام 2011 بساعة تبلغ واحد ونصف تريليون قدم بكعب كما تم اكتشاف حقل نوى في غزة أيضا عام 1999 وبدأت إسرائيل باستغلال الغاز منه عام 2012 حيث وصلت توقعات مغزون الغاز بداخله إلى نحو ثلاثة تريليون قدم مكعب ذكر التقرير أنه في عام 2014 رجح خبراء وسياسيون فلسطينيون وجود حقل للغاز في بحر المنطقة الوسطى لقطاع غزة مقابل مخيم النصيران ويبعد مئات الأمتار عن الشاطئ لكن هذه التوقعات لم يتم تأكيدها بدراسة معلنة وفق المعايير العالمية نتيجة رفض إسرائيل إدخال الإطار البشري والمعدات اللازمة لذلك تكشف بعض الدلائل والحقائق الاقتصادية الميدانية عن أحد أهم الأسباب الخفية التي تقف وراء شن إسرائيل حربها التدميرية على قطاع غزة وتشددها في ديمومة فرض الحصار على غزة هو أطماعها في حقل غاز غزة أو منع الاستفادة الفلسطينية من ثروته الغازية الهائلة لما لذلك من دور بارز في تحقيق قفزات تنموية من نوعها على كافة المستوات الاقتصادية والبنى التحتية والأهم من كل ذلك لانعتاق من التبعية للاقتصاد الإسرائيلية تشير بعض التقديرات إلى أنه منذ اكتشاف النفط والغاز في الأراضي المحتلة أصبح التنافس على الموارد على نحو متزايد في قلب الصراع وذلك بسبب عجز موارد الطاقة المحلية الإسرائيلية ويرى البعض أن هذه الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة تدخل ضمن استراتيجية تل أبيب الهدفة أيضا إلى تملك احتياطيات طاقوية في كامل حوض المشرق من بينها احتياطيات فلسطينية ولبنانية وسورية وأيضا ضمن استراتيجية واشنطن التي تسعى من خلال دعمها لإسرائيل إلى السيطرة على الشرق الأوسط بأكمله ومنع روسيا من مد نفوذها في المنطقة مسألة حقل غاز غزة من وجهة نظر إسرائيلية هو ليس بما ستأخذ إسرائيل منه بقدر ما ستحرم به غزة والشعب الفلسطيني من الاستفادة من الغاز الفلسطيني إسرائيل أصبح عندها حقول غاز تستثمرها ولديها اكتفاء ذاتي وتستطيع أن تصدره ولسنين طويلة ولكن تخشى إسرائيل النتائج الناجمة على الاستغلال الفلسطيني لحقل غاز غزة حيث أن استغلال حقل غاز غزة سيؤدي إلى استقلال السلطة اقتصاديا بحيث تصبح السلطة غير معتمدة على المساعدات الدولية وهذا سيوفر لها استقلالا سياسيا فالاستقلال الاقتصادي هو بحد ذاته استقلال سياسي اليوم يقف الجميع في مشهد المتفرج انتظرون سقوط غزة لتقاسم الغنائم لكن مسعاهم لن يتحقق بإذن الله تعالى وخططهم كلها ستفشل وسأسقط الكيان الصهيوني قريبا إن شاء الله إلى هنا تأت حلقتنا دمتم بخير شاركوني أراءكم بالتعليقات وانتظروني في الحلقات القادمة والسلام